حاجة في التعريف بتقولي ان ما فيش طراز بيزنطي في الكنالي السليس ما فيش طراز بيزنطي موجود عندنا لحد دلوقتي تم اكتشافه يمكن الحفاير بتقول ان كان عندنا بس دي عبارة عن اطلال موجودة هو فيه بس خلط ما بين الطراز البيزنطي والطراز الابتي معظم الناس لما بتلاقي الكنيسة المصممة على مجموعة من القباب يقولك لا ده طراز بيزنطي لان الطراز البيزنطي بيقولك التخطيط المعماري الخاص به ان هو تسقيف بيكون بالقباب مش بالقباب بس لوحده الكنيسة لابد يكون لها نظام معين او مواصفات معينة لازم القببة تكون قببة مركزية الشكل فيها مربع او تاخد الى حد الماء التخطيط الصليبي بجانب ان القببة اللي معمولة هنا في مصر بتختلف تماما عن القببة البيزنطية قببة مصرية قبطية خالصة النموذج اللي بيقول في مصر ان ده تخطيط بيزنطي مسجد محمد علي بالقلعة اللي هو تم انشاؤه على غرار مسجد السلطان احمد في تركيا في اسطنبول اللي تم تصميم مسجد السلطان احمد على غرار كنيسة ايا صوفيا اللي هي بترجع القرن السادس الميلادي الى عصر الملك جست انيان اللي هو ده اتراز البيزنطي اما العمارة المساحية عندنا هنا في مصر بتنقسم ما بين بازيلكة والتخطيط الصليبي وده بيعتبر مرحلة متطورة من اتراز اللي هو البازيلكي اتراز الابطي بقى بيجمع ما بين تعريفه بيقولك انه هو بيجمع ما بين التخطيط البازيلكي والتخطيط البيزنطي بس احنا عندنا في خلط ما بين الابة بتختلف تماما في مراحل الانتقال وشكلها وتصميمها وكل شيء خاص بي ان احنا لو عملنا تقرير عن الكنيس في مصر وبدأنا نعرض القباب الخاصة بيها هنعرف ونتأكد تماما ان هي مختلفة تماما عن الابة البيزنطية والتخطيط الكنيسة اللي هي كنيسة السيدة العزرة بمدينة السخة او معظم الكنائس اللي هي موجودة عندنا هنا في الدلتا بترجع لتراز القرن التاسع عشر اللي كان سيد في الدلتا اللي هو التصطيف بالقباب وبيعرف بيه بيه اتراز الابطي ده احد الانماط اللي هي العمارة المسيحية اللي ظهرت عندنا في مصر وانتشرت بدأت في الصعيد وكان بدأت بيه اتراز الاسنة عشرة كبة لحد ما وصل دلوقتي لسوء الاثنين وتلاتين قبة على حسب انا عايز اوسع بابتدي اضيف اجناحة جانبية وعلشان يديني مساحة اسوء اوسع ابتدي اعمل لها عملية تصطيف بالايه بالقباب فبالتالي فيه تخطيط عندي اسمه تخطيط الابطي نمط من انماطه اللي هو التصطيف بالقباب هو النمط المعماري بتاع الكباب النمط المعماري طب النمط الفني بقى يعني معلش احنا نابعي الموضوع شوية معاحد جدا يعني شغل الايقونات بقى وبرضو عايزين نوضح لستاذ المشاهدين الايقونات اللي هي الصور اللي بتبقى موجودة على الجدران داخل الكنيسة اي الشكل ده مش احنا كنا شايفينه مثلا في المقابر الفرعونية مثلا المقابر المصرية القديمة الايقونا داخل المسيحة داخل الديانة المسيحية او داخل الكنيسة مرتبطة ارتباط كامل بالانجيل ما هي الايات انجلية مصورة زي ما احنا في المسجد كده بنكتب الايات زي احنا في المسجد بنكتب الايات القرآنية بس في حاجة الديانة المسيحية قائمة على الرمزية وده تأثير مصري فرعوني قديم ايوة الديانة المصرية القديمة كلها كانت رموز حتى الكتابة كانت عبارة عن ايه كتابة عن رموز فالفن الابطي متأثر الى حد كبير بالفن المصري القديم لكن احنا لو حبينا ان احنا نتكلم عن الايقونا الايقونا ما هي الا انجيل ايات انجيلية بيتم رسمها او تصويرها على الجدران او نحتها او تصويرها بمنظر الفوسيفساء او الفرسكا او بالزيت مرسومة على الجدران او منفزة في هيئة ايقونات خشبية بتختلف بقى على حسب الموضوع ممكن تكون للكدسين موضوع خاص بميلاد السيد المسيح موضوع خاص بمعجزات خاصة بالسيد المسيح على حسب الموضوع اللي احنا بتختلف شكل الايقونات من الابطي للبيزنطي ايوة الفنان الابطي الاوروبي للقام اه طبعا هي مدارس في المدرسة البيزنطية والمدرسة البيزنطية ليها بيندرج منها اكثر من مدرسة ييجي 22 مدرسة وبالمناسبة برضو عندي كورس الشهر الجاي في الايقونات البيزنطية فليها مدارس والايقونات البيزنطية مش بيتم رسمها او التعامل معها كده يعني لا الملامح الوكه ليها النسب بتاعتها ما بين الجبهة وما بين المنطقة هنا وما بين هنا حتى تشريح الجسم ذات نفسه النسبة والتناسب نظرة العين في الايقونا هنا بتختلف عن الاتجاه ده فالايقونا البيزنطية بتشرح من خلالها الجسم بنسب وابعاد متساوية الفن الابطي المصري بيميل الى الرمزية البعد عن التكسيد البعد عن النسبة والتناسب اللي هو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة